الامتحان الأول القسم الثالث الجزء الرابع المسائل 11.12 في الصفحة رقم 398 مرحبا بك مرة أخرى لقد وصلنا إلى المسألة الحادية عشر وهي كالتالي نقطة المركز في الدائرة الموجودة في الأعلى تسمى O وقطرها هو AB أي الخط الواصل بين النقاط A و B لقد تم رسم القطر كخط متقطع في الكتاب لكنني رسمته كخط متصل باللون الأخضر يساوي قطر هذا النصف دائرة OA وقطر هذا النصف دائرة يساوي OB إذا كان محيط الدائرة يساوي العدد 36 مضروبا في العدد باي أي ثابت الدائرة سأكتب ذلك باللون الأصفر وهو لون محيط تلك الدائرة إذن وفقا للسؤال فإن محيط الدائرة يساوي ناتج ضرب العدد 36 في العدد باي ما هو طول الخط المنحني الذي يصل بين النقطة AB إلى النقطة O المطلوب من المسألة هو إيجاد طول هذا الخط باللون البني وقبل الانتقال إلى الحل الرياضي لهذه المسألة كيف يمكن تحليل هذه العبارة؟ توجد دائرة كبيرة نعلم محيطها وعند معرفة المحيط يمكن إيجاد قطرها أو نصف قطرها أليس كذلك؟ نعلم الصيغة الرياضية لذلك وهي أن المحيط يساوي العدد 2 مضروبا في العدد باي مضروبا في نصف القطر إذن بمعرفة محيط هذه الدائرة الكبيرة يمكن إيجاد نصف القطر باستخدام هذه القاعدة تعد الخطوط OA و OB أنصاف أقطار للدائرة الكبيرة وهي أقطار أنصاف الدوائر هذه إذن بمعرفة هذا القطر يمكن إيجاد ما يساوي نصف ثم إعادة استخدام هذه الصيغة أو القول أن المحيط يساوي العدد باي مضروبا في القطر يمكن استخدام أي من هاتين الصيغتين لنفترض معرفة قيمة النصف قطر هذا إذن يمكن التطبيق في هذه الصيغة وإيجاد محيط هذه الدائرة العلوية بأكملها وسأقوم في الحقيقة بافتراض أن محيط الدائرة الكاملة العلوية يساوي محيط النصف دائرة العلوي مضافا إليه محيط النصف دائرة السفلي وأعتقد أنك تدرك سبب ذلك عند نقل نصف الدائرة هذا لأعلى ستحصل على النصف الآخر للدائرة العلوية ويمكن الحصول على النتيجة ذاتها بطريقة أخرى وهي إيجاد محيط الدائرة العلوية ثم قسمته على العدد 2 للحصول على محيط النصف دائرة ثم تطبيق ذلك مرة أخرى بإيجاد محيط الدائرة السفلية ثم قسمته على العدد 2 للحصول على محيط النصف دائرة ثم إضافة النواتج لكن الناتج يساوي محيط هذه الدائرة لنقم بحل المسألة إذن محيط الدائرة يساوي العدد 2 مضروبا في العدد by مضروبا في نصف القطر ونعلم أن محيط الدائرة الكبيرة يساوي ناتج ضرب العدد 36 في العدد باي إذن تصبح المعادلة كما يلي العدد 36 مضروبا في العدد باي يساوي العدد 2 مضروبا في العدد باي مضروبا في نصف القطر سأقوم بقسمة طرفي المعادلة على العدد 2 مضروبا في العدد باي وبعكس طرفي المعادلة أيضا ينتج ما يلي نصف القطر يساوي العدد 36 مضروبا في العدد باي مقسوما على العدد 2 مضروبا في العدد باي ما فعلته هو قسمة الطرفين على العدد 2 مضروبا في العدد باي يتم إلغاء الأعداد باي وناتج قسمة العدد 36 على الاثنين يساوي العدد 18 إذن ما قيمة هذا العدد؟ إنه هذا الطول الذي أشير إليه إذن لقد قمنا بإيجاد نصف قطر الدائرة الكبيرة يمكن الآن استخدام هذا العدد الذي يساوي أيضا قطر نصف الدائرة لإيجاد المحيط باستخدام الصيغة ذاتها سأستخدم اللون البني للكتابة وإيجاد المحيط المطلوب المحيط يساوي العدد 2 مضروبا في العدد باي مضروبا في نصف القطر ولأن ناتج ضرب العدد 2 في نصف القطر يساوي القطر فإن المحيط يساوي العدد باي مضروبا في القطر نعلم أن القطر يساوي العدد 18 إذن يمكننا القول أن المحيط يساوي العدد باي مضروبا في القطر ويساوي العدد باي مضروبا في العدد 18 أي العدد 18 مضروبا في العدد باي لقد امتهينا من الحل فهذا الناتج يساوي محيط الدائرة الأكبر وبقسمة هذا العدد على العدد 2 نحصل على القطر المطلوب وهذا يساوي العدد 9 مضروبا في العدد باي إذن طول هذا الجزء الذي أشير إليه يساوي العدد 9 مضروبا في العدد باي وبتطبيق نفس العمليات الرياضية على هذا الجزء ينتج أن طوله أيضا يساوي العدد 9 مضروبا في العدد باي وناتج جمع هذه الأطوال يساوي العدد 18 مضروبا في العدد باي آمل أن يكون هذا الحل واضحا دعونا أن ننتقل إلى المسألة التالية هذا جدول تقليدي لاقترانات المتغير X فعندما يساوي المتغير X العدد 0 ناتج تطبيق الدالة F يساوي العدد A وعندما يساوي المتغير X العدد 1 ناتج تطبيق الدالة F يساوي العدد 24 وعندما يساوي المتغير X العدد 2 ناتج تطبيق الدالة F يساوي العدد B سأقرأ المسألة يوضح الجدول في الأعلى بعض القيم الناتجة عن تطبيق الدالة F وهي دالة خطية ماذا يعني كون الاقتران خطي؟ كلمة خطي تعني خطاً وهذا يعني أن الميل ثابت إذا لم تدرس مساق الجبر الخطي واحد ربما لم تتعرف إلى الدوال ذات الميل الغير ثابت على سبيل المثال الاقترانات التربيعية ليس لها ميل ثابت وتعني كلمة خطي أن الميل ثابت وهذه هي الخلاصة التي توصلنا إليها من العبارة المطلوب إيجاده من السؤال هو ناتج إضافة المتغير A إلى المتغير B ما هو ناتج إضافة المتغير A إلى المتغير B؟ إذن المعطيات المتوفرة لنا هي هذا الجدول وأن الدالة خطية وبما أنها دالة خطية هذا يعني أن الميل ثابت لنقم بإيجاد الميل إذن هذا يعني أن الميل الناتج عندما يساوي المتغير X العدد صف ويساوي العدد واحد يساوي الميل الناتج عندما يساوي المتغير X العدد واحد والعدد اثنين ما هو الميل الناتج؟ عن استخدام القيم الأولى الميل يساوي التغير في قيم المتغير Y مقسوما على التغير في قيم المتغير X هذا يعني أنه يساوي التغير في قيم Y مقسوما على التغير في قيم X أليس كذلك؟ سنطلق على ناتج تطبيق الدالة على المتغير المتغير Y لنقم بإيجاد الميل ربما تود مراجعة الدرس الخاص بإيجاد الميل إذا كنت لا تتذكر ذلك الميل يساوي العدد 24 مطروحا منه المتغير A مقسوما على العدد 1 مطروحا منه 0 المقام يساوي العدد 1 فحسب إذن الميل يساوي العدد 24 مطروحا منه المتغير A أليس كذلك؟ ما هو الميل من هذه النقاط؟ بما أن الميل ثابت نعلم أن ميل الخط الواصل بين النقطتين الأولى والثانية يساوي ميل الخط الواصل بين النقطتين الثاني والثالثة إذن نقوم بتطبيق الخطوات ذاتها نقوم بإيجاد التغير في قيم المتغير Y وهذا يساوي المتغير B مطروحا منه العدد 24 مقسوما على التغير في قيم المتغير X أي العدد 2 مطروحا منه 1 المقام في هذه الحالة يساوي العدد 1 إذن الميل يساوي المتغير B مطروحا منه العدد 24 هذا هو الميل بين هاتين النقطتين وهذا هو الميل بين النقاط الأخرى وبما أننا نعلم أن هذه معادلة خطية فلابد أن تكون قيم الميل هذه متساوية لنتحقق إذن من أننا على المسار الصحيح نعلم أن العدد 24 مطروحا منه المتغير A يساوي المتغير B مطروحا منه العدد 24 بإضافة العدد 24 إلى طرفين معادلة تصبح المعادلة كالتالي العدد 48 مضافا إليه المتغير A يساوي المتغير B إذن العدد 48 مضافا إليه المتغير A يساوي المتغير B إذن قمت بإضافة العدد 24 إلى الطرفين وبإضافة المتغير A إلى الطرفين أيضا ينتج لدينا العدد 48 يساوي المتغير A مضافا إليه المتغير B وهذه الإجابة هي الخيار C تذكر أنه تم استخدام هذه المعطيات وحقيقة أن الميل ثابت وبالتالي الأمر الوحيد الذي يتوجب معرفته مسبقا هو معادلة إيجاد الميل وهي أن الميل يساوي التغير في قيم المتغير Y مقسوما على التغير في قيم المتغير X سننتقل إلى المسألة التالية رقم 13 توجد مجموعة من الأعداد المتتالية العدد 3 والعدد 5 والعدد سالب 5 وفقا للمسألة فإن العدد الأول هو العدد 3 يزيد كل عدد ترتيبه زوجي أي العدد الثاني هنا عن العدد السابق له بمقدار 2 إذن الفرق بين الأعداد 3 و5 يساوي 2 لأن هذا هو العدد الثاني وبالتالي فإن ترتيبه في المتتالية زوجي إذن يزداد العدد الثاني عن الأول بمقدار 2 وأي عدد ترتيبه فردي بعد ذلك يساوي العدد سالب 1 مضروبا في العدد السابق إذن العدد سالب 1 مضروبا في العدد 5 يساوي العدد سالب 5 هذا ما ينص عليه السؤال على سبيل المثال العدد الثاني يساوي العدد 3 مضافا إليه العدد 2 والعدد الثالث يساوي العدد سالب 1 مضروبا في العدد 5 ما هو العدد الخامس والخمسين في هذه المتتالية؟ في الاختبار عندما يتطلب السؤال إيجاد قيمة كبيرة كالعدد المئة أو الخامس والخمسين هذه إشارة مؤكدة على أن أعداد المتتالية متكررة وما عليك سوى تحديد النمط وبمجرد معرفة نمط التكرار سأريكم طريقة إيجاد العدد الخمسمائة إذا كان ذلك ما يتطلبه السؤال بالنسبة لأي متتالية أعداد أفضل ما يمكن القيام به هو كتابة مجموعة من الأعداد تبدأ هذه المتتالية بالعدد ثلاثة ثم يتم إضافة العدد 2 للحصول على العدد 5 ويتم ضرب ذلك في العدد سالب 1 لينتج العدد سالب 5 بعد ذلك يتم إضافة العدد 2 العدد سالب 5 مضافا إليه العدد 2 يساوي سالب 3 أعتقد أننا نلاحظ لمط في هذه المتتالية بعد ذلك يجب ضرب العدد الناتج في العدد سالب 1 العدد سالب 1 مضروبا في العدد سالب 3 يساوي العدد 3 ثم يتم إضافة العدد 2 لينتج العدد 5 هذا مثير للاهتمام بعد ذلك يتم إعادة هذا النمط العدد التالي هو ناتج ضرب العدد سالب 1 في 5 لينتج العدد سالب 5 لنرى كيف يبدو شكل النمط في هذه المتتالية العدد الأول هو 3 والثاني هو 5 والثالث هو سالب 5 العدد الرابع هو سالب 3 والعدد الخامس هو 3 مرة أخرى العدد السادس هو 5 والسابع هو سالب 5 وهكذا يكاد الوقت ينفد لذلك سأكمل الحل في مقطع الفيديو التالي